موسيقى مساء الخير ويا هلو رحب فيكو هلو رحب مننا شامل أردن ومساء الفل عن ناس الطيبين من مصر أم الدنيا أهلا وسهلا فيكو في برنامج حاكميكس الحلقة الأولى معاكو أنا رامي أبو دياب رح نعرض برنامجنا كل يوم جمع على شاشة الصحة والجمال يأتيكم بتوقيت مصر الساعة الثانية عصرا وبتوقيت الأردن الساعة الثالثة عصرا برنامجنا بوعدكو حيكسر الدنيا ليه؟ لأنه برنامجنا حيكون يحكي عن كل حاجة يا فندم من اترند لفقافات لشباب لعلاقات وعن نصف المجتمع المرأة بمناسبة الحديث عن نصف المجتمع المرأة نستفكر معنا أنه يوم المرأة العالمي كان قبل يومين وبهذه المناسبة بحب أقول كل عام وجميع نساء الأرض بألف خير ونجاح طبعا المرأة في يوم من الأيام حاربة الجهل وبظلم وهذا اليوم بتسطر أسمى آيات النجاح المهم وأنا قاعد مكاني وبفكر في شو رح أعرض في هذه الحلقة طبعا حلقتنا الأولى رح تكون بنكهة مختلفة بستايل أردني مصري طبعا رح نتحدث عن كل شيء زي ما حكينا بهاي الحلقة ونا قاعد بفكر وصافين ومش عرف شو بدي أحكي وشو بدي أعرض خطر ببالي سؤال بعيد كل البعد عن الموبوع حكيت يعني لو أنا مدير تمام؟ وإجاني موظف لعندي وحب يطلب إجازة طبعا إن كنت أنا مبسوط راح أعطي إجازة وإن كنت منكد مية بالمية راح أنكد عليه وعلى عيشته صح ولا لا؟ ما أحد يسألني ليش بس خطر ببالي سؤال فاني لو أنا متجوز وجتني زوجتي طلبت مني مصاري وأنا صاح من النوم الصبح ومش فايق بالمرة هعمل لها إيه؟ حديها فلوس؟ ولا مش حديها؟ بص علي إن اديتها فلوس حكون أنا سعيد وإن ما اديتهاش حكون أنا مستعيد بجميع الأحوال هي ما أخذ الفلوس مني يعني هتأخذ مني مصاري إن قلت أنا قلت لا حعطيها بالنهاية ما فيش حد بحب ينكد عن نفسه أهم شي ما يهمناش الفلوس يهمنا راحة النفوس تمام؟ المهم هسا إحنا كشعب بجميع الأحوال بيقولوا عننا ما منحبش الانبساط طب ليه؟ إحنا معروف عننا ممكن كأردنيين كشرتنا هيبتنا والمصريين نفس الشيء طب ليه من حول هاي الكشرة أو هذا الشعار لشيء مختلف ليه منحول؟ سعادتنا هيبتنا بما إنه سعادتنا تكون هيبتنا مفروض نكون بشيء مختلف تماما يعني إحنا دائما بيحكوا عننا كشريين وما كشفين لماذا نغير هذا الشعار؟ هسا بشكل عام بشكل عام راح نتواصل معكم تمام؟ بشكل عام راح نتواصل معكم تمام؟ بشيء مختلف بشيء مميز بشيء عادي مختلف عن كل العادة راح يكون عندنا موابع مختلفة أمور كثيرة تمام؟ وبهاي موضوع بالذات راح نخلي سعادتنا فعليا هي عنوان حلقتنا بهالي اليوم سعادتنا راح تكون هي عنوان الحلقة لهذا اليوم بهاي الحلقة راح نتناول موضوع هيرمون السعادة وفي هذا الموضوع احنا حبينا نستعرض بعض الأمور من خلال استعراض آرائكم عبر السوشيال ميديا والفيسبوك طبعا من خلال نطلع فاصل علاني ونعود صباح وخير كيف حالكم معك إزان؟ اليوم ده أحكيلكم موضوعك جدا مهم بصراحة أنا بالنسبة لأيلي كثير حلو أن أروح أتجل مصوبة ويعطيني طاطة إيجابية وهرمون للسعادة بشكل مش طبيعي انفجار انفجار راح يكون أنا الكل بنصح أن الكل يجرب يطلع الصبح النادي على الجم ويلعب يغير لأموده ويغير لأموده هون يومك بيكمل على المزبوط صباح وخير وكيف حالكم معك إزان؟ اليوم ده أحكيلكم موضوعك جدا مهم بصراحة أنا بالنسبة لأيلي كثير حلو أن أروح أتجل مصوبة ويعطيني طاطة إيجابية وهرمون للسعادة بشكل مش طبيعي أنا الكل بنصح أن الكل يجرب ورجعنا بعد الفاصل عملنا استفتاء عبر موقع السوشال ميديا عبر صفحتنا على الفيسبوك وعبر الواتساب عن موضوع هرمون السعادة كيف الإنسان ممكن ينمي هرمون السعادة بداخله ومن خلال هاي الأراء اللي أخذناها من خلال السوشال ميديا ووسطنا فيديوهات وتعليقات عبر صفحتنا على الفيسبوك هاي الفيديوهات راح نستعرض بعض منها الآن ورح نستعرض بعض الكومنتات بنأخذ معنا أول فيديو بيعبر لنا عن هرمون السعادة ونشوف كل شخص إيه رأيه بدأ الموضوع تفرح شخص برسالة أو هدية صغيرة إنك تفرح الطفل بلعبة إنك تحقق حلم كان مستحيل وتوصلك هدية بدون مناسبة ركوب الخيل أو الدراجات أو المشي وإكل الشوكولة هاي السعادة بالنسبة شوفنا الفيديو الأول وشوفنا صديقتنا وهي عم تعطينا رأيها وعم بتعلق هذا الموضوع فعليا كان رأيها جدا رائع وكلامها جدا مميز راح نشوف معنا الفيديو الثاني ونستعرضه الآن ونرجع لكم عشان نعطيكم رأينا بهذه الموضوع صباح الخير وكيف حالكم معك إزان الجام دعكي لكم موضوعك جدا مهم بصراحة أنا بالنسبة لأيلي كثير حلو إن أروح أتجم الصباح بعطيني طاطة إيجابية وهرمون للسعادة في شكل مش طبيعي انفجار انفجار راح يكون أنا الكل بنصح أن الكل يجرب يطلع الصبح النادي على الجم وإلى عاب يغير له موضو ويغير له نفسيته هون يوم ما فيك بال عن مضبوط بعض ما شفنا الفيديوهات وشفنا صديقتنا وصديقة البرنامج لين الراعي ويزن كل واحد كان له نظرة مختلفة عن الثاني كلام لين ترك فينا أفر كبير كبير ويزن ترك فينا صورة أكبر كبيرة لأنه هالسا عنا الرياضة فعليا تشكل عامل مهم جدا جدا في تشكيل هرمون السعادة أنا كشخص لما أصحى الصبح وأطلع عامل السرياضة فعلينا رح تحكس على كل حياتي يعني أنا لما أطلع عامل السرياضة نفسيتي رح تتغير حياتي رح تتغير ومن فيما شفنا هاي الأراء رح نستعرض مع بعضنا دلوقتي الأراء الأخرى التي كانت عبر الفيسبوك من خلال تعليقات ومشاركاتكم نشوف أول تعليق نشوف ونستعرض مع بعض آراء الأصدقاء عبر صفحتنا على الفيسبوك عبير الهدلي بتقول عندما تستيقض باكرا يأتيك هرمون السعادة مع فنجان القهوة كلما استيقضت باكرا كلما ارتفع هرمون السعادة لديك بعد صلاة الفجر لتنفس الهواء النقي تقول على الشرفة تشرب فنجان قهوة مع ذاتك وتتوكل على الله تذهب لعملك وأنت مرتاح نفسيا تكون هنا السعادة كلام جميل جدا لكن يا هديل انت برأيك لما تستيقض الصبح تمام في حدا هاي الأيام بصحى بدلي ما أعتقدش أصلا يعني كلهم بصحى من النوم على الدوام مباشر ما حدا بصحى للسارة يشرب قهوة وهذا الشيء جميل جدا لو كل واحد فينا يعمل هذا الشيء فالينا راح ننمي موضوعنا السعادة إيمان بتحكي هي أجمل موضوع أنا بعشقه كتير حلو بداية موفقة بإذن الله تعالى الرضا بأمر الله تعالى الفقة بالنفس الرياضة فنجان قهوة الصبح مع شوكولاتة غمأة وفيروز وجود الأحبة بحياتي وناس متصالحة مع ذاتها سعادة السعادة هي رحلة وطريق مستمر عيش اللحظة بتكون أسعد خلق الله تعالى كلام جدا جميل ومعبط فعلا يعني الرضا بأمر الله تعالى هو شيء جدا جدا رائع ماري يا عيسى تقول كل موض شوكولاتة وقع التحت ضل شجرة بص يا ابني انت لو عملت كده هتبع حياتك فعلا جميلة أوي 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 هيا تحكي لنا السعادة هي مو مرتبطة بشيء يجب عليك أن تصل إليه يمكنك أن تشعر بالسعادة في طريقك لتحقيق أو انجاز شيء أما عن هرمون السعادة فهو ليس بشيء الصعب مجرد كوب ماء بعد عطش شديد هي السعادة رؤية صديق صدفة في طريقك هي السعادة اتصال أو رسالة مفاجأة من شخص عزيز سعادة فعلا أنه يجيك اتصال أو رسالة مفاجأة من شخص أنت كنت منطبر منه يجيك مسج واحد بيغير لك كل نفسيتك حتى لو أنت مش منطبر يعني إحنا كل إنسان فينا بيحب أنه يجي رسالة من شخص معين تمام نذاب تحكي لنا أنا رأيي أن السعادة بتيجي من الرغضة وحسن الظن بالله وحب الناس والأهل والأصدقاء والشيء الأهم حب الذات لأنه لو ما حبناش نفسنا واهتمين بها عمرنا ما هنعرف نكون سعداء كلام جميل يعني السعادة فعليا تيجي بالرغضة الرغضة اللي قسم لك يا الله حسن الظن بالله حب الناس أنت لما تحب الناس هذا شيء لحاله راح يقفر الكثير عليك وعنفسيتك الأهل والأصدقاء طبعا براءة بتحكي لنا مجرد أنك تفكر اسم السعادة بتحس بسعادة دائما هرمون السعادة بيكون أساسه أنت كشخص بروحك وعطائك ورضاك عن نفسك بس أكيد ما بتكمل السعادة إلا لما تعمل كل شيء نفسك فيه إن كان بسيط أو كان شيء غريب ممكن هرمون السعادة يكون شرب في نجان قهوة وممكن هرمون السعادة يكون بأنك تسمع موسيقى أو ممكن تلعب رياضة طبعا كلام براءة جميل جدا وبعد ما استعرضنا بعض الفيديوهات وبعض التعليقات عبر صفحتنا على السوشال ميديا عندنا الأراء اختلفت وتنوعت انقسمت نظراتك وقناعاتك وحولها مفهومكم لهرمون السعادة بين أشخاص ترى أن السعادة تكمن في تناول قطعة من الشكراطة ومنكم بين شرب كاسة من الماء تروي عطش بعد عطش شديد ومنكم من يرى أن السعادة هي سعادة الآخرين ومن يرى أن السعادة هي بالقر من الله وآخرين قالوا السعادة هي وجودنا بالقر من العائلة ومن نحب هناك أشخاص يرون سعادتهم بإنجازاتهم لمهامهم وعمالهم يومية وهناك أشخاص يشوفوا بالنسبة لهم السعادة بتواجدهم مع من يحبون أو بوجود رسائل خاصة تصروا من أشخاص مقربين لهم أنت اللي بتصنع شعورك أنت اللي بتصنع إحساسك أنت اللي بتصنع حياتك لو بدنا نحكي أنا كشخص بدي نمي عندي هرمون السعادة كيف ممكن أن نميه؟ طب أنا شخص بقدر أقنع نفسي بهذا الشيء وبقدر أسوي لحالي يعني أحلى حياة كيف؟ بدنا نسأل بعض زي ما شوفنا بعض الآراء واختلفت الآراء عندنا السعادة موح أي حدا بصنع لك إياه ولا أي إنسان ولا صديقك ولا حبيب ولا قريب ولا أي إنسان ترمي بصنع لك السعادة فقتك بنفسك والأهم من كل هذا فقتك بربك فق بربك راح تشوف أنه أنت أسعد إنسان في الدنيا لأنه رب الخير ما بيجي منه إلا الخير فانيا كل إنسان بداخله عقلين في عندنا عقل اسمه الإيغو وعقل النفس العليا أنت إذا رديت على الإيغو اتدمرت حياتك وإذا سميت للنفس العليا أخذت شيء جميل لأنه الإيغو أنا أحيانا بسمع صوت بداخلي هذا الصوت ممكن يكون إيجابي وممكن يكون سلبي ممكن شيء بيحكي لك أنه أنت أنجح شخص في العالم وممكن يجيك الصوت يقول لك لا أنت إنسان مش ناجح طبعا أنت لمين بتستجيب هنا نقدر نحكي أنت إنسان فقتك بنفسك بتعبر عنك عندك العقل الباطني بيستجيب لهذا الشيء إيش بيستجيب حسب المسيطر عليك إذا استجبنا للإيغو ضيعنا وإذا استجبنا بخصوص موضوع فقتك بربك أنت وقدراتك هس أنا لما أفق بربي وأعرف أنه ربنا حكي أنا عن ظن عبدي به ربنا ما في إيش بيجي منه غير كل خير فأنا ليش أتنكد من الحياة وزعل وظلني مهموم صح ولا لا أنا إنسان لما أرجع لربي وأخاف ربي وأعرف أنه قدر الله تعالى دائما هو الصح لإلي شو مكان شو مكان أنا رح أكون أسعد إنسان بالكون طبعا فقتك بربك زي ما حكينا هي سبب شعورك بالسعادة الداخلي أنت بتولد هذا الشيء جواتك وزي ما حكينا مع بعضنا سابقا ومنلجع من إيدها هرمون السعادة ما بيجي من فراغ يعني مثلا إحنا كشعب أردني بيحكوا عنا كشرتنا هيبتنا تمام إنه هذا طبع فينا وهذا الشيء روتين بالشعب الأردني يعني الصبح مثلا الشعب الأردني دائما نمكشر هذا الحكي مش صح أنا كشعب أردني بحكي عنه وعن الشعب المصري بشكل عام دائما نصحى شعب رائق هادي وشي طبيعي ها هيني والله ببحك يعني وفعنا طبيعي ما علينا هسا بدي أحكي لكم شغلة من الآخر الله لا يوقعك الصبح مع شخص صاحي من النوم قبل ما يأخد قهوته وسيجارته طب أصبر عليه شوي ليه يعني أنا الناس تصحى رائقة ومبسوطة إلا إحنا منصحى زعلانين وبدنا ندخن وبدنا سيجارة وحلتنا حالة وهرمون السعادة كأنه عندنا القهوة أو السيجارة اللي بدي أخدها طبعاً أنت تصحى من النوم صاف إن ساعة تستوع بالفكرة اللي أنت عم بتعيشها تيجي عليك تطلبك المصاري زي ما حكينا أو شيء ما صبرت عليك عبين ما تعمل طقوص تبعتك بهاي الحالة أنت حتكون منكد وتنكد عليها عيشتها هذا الشيء غلط أنا مش فرور أربط ساعاتي بقهوة وسيجارة زي ما حكينا يعني ليش أنا الناس من الصبح تصحى من النوم بدها بس تعمل هذا الشيء مثلاً تيجي عليك هي تعطيك هذا الشيء ممكن تيجي عليك تفترك تعمل لك القهوة تعمل لك الأمور هاي رح تعكس على يومك فإحنا لازم نتعامل مع بعض بصورة أفضل هسا أنت من كل عقلك يعني أنت بتيجي بتطلبه فلوس قبل السيقارة طب ما أنت خربت يومه من أساسه هسا هذا الوجل أن شايف يومه أنه هو بزبطش غير أخذ هاي السيقارة هسا أنت كشخص غلط أنت كشخص لازم تغير هذا الشيء من داخلك أنت كشخص لما تصحى من النوم رايق مبسوط بداية يوم جديد حياة جديدة فقطي بربي أنه بهذا اليوم الشيء حلو أحكي لكم شغلة ليه لما تصحى من النوم مثلاً ما تروح توقف قدام المراي ترى لما توقف قدام المراي مش معناه أنه أنت مجنون كرجل أو أنت ترى أنت هاي بحكي معك يعني وانت نفس الشيء بصوا لبعض أصحوا طلعوا بالمراي احكي مع نفسك عادي احكي أنا اليوم رح أكون أسعد رجل بالدنيا احكي أنت أنه اليوم رح تكون كتير حلو صدقني أنت لما تحكي هذا الشيء بجوتك وطالع من نبع من داخلك رح تكون أسعد رجل بالدنيا ترى اقنع نفسك أنت اللي بتقنع نفسك ما حدا عم بيقنعك ولا أنت حدا بيقنعك فعن جد بتمنى تكونوا أسعد الناس وبتمنى تشتغلوا على بعضه بهذا الشيء وبعدين يوم الجمعة أنت يعني من كل أقلك صاحب من النوم عريق بلمة يوم الجمعة كلنا بنعرف أنه لمة يوم الجمعة الناس بتحبهاش أو مع أنه هي لمة العيلة أنا بشوفها هي أحلى لحظة بالعالم أنت لما تصحى يوم الجمعة وتكون حواليك كل أسرتك هذا الحال وبيعطيك هرمون سعادة صح؟ في ناس تحكيك لا مشاكل وطوشة يوم الجمعة ومشاكل وكده لا يعني مثلا يوم الجمعة أنا كرامي بحب أصحى أشوف العيلة حوالي نفطر مع بعض نلتم يعني بس إنك تصحى من النوم قبل ما تقولها أي شيء وعطول تقولها اليوم عايزين نوكل منسف وإنت أقو وعايز تقولها عايزين نوكل كوشري ومنبار طب أصبر عليها بقى اتركها مثل الغزالة الرائقة تصحى براحتها تفطركوا براحتها تشوف اليوم بعد الصلاة تشوف شو عايزين ترتبوا مع بعض أو ما فيش داعي أنت الصبح برضو أو أنت لما تصحى من النوم تصحيها تعملك كاست القهوة اعمل حالك الرجل الرومانسي ورتب أمورك شوف كيف أنت راح تغير من نفسيتها وعمل كاست قهوة بيدك مش هتنقص شيء سويها بيدك شوف كيف راح تكون إنسان رائق مش هتبلش يومك من الأساس بمشاكل أم مهم نحكي هسه عم وفو أنا مرة تانية وأنا قاعد تمام وبرتب كل هاي الأمور خطر ببالي إشي فاني أنا كرامي لما فعليا أقوم من نومي وبلش يومي برقعتين لله تعالى وعيش لحظة جميلة جدا هتكون مع الدنيا عن جد جميلة أوي أوي هلنخرج فاصل لمدة فواني وراجعين ترجمة نانسي قنقر وفي نهاية حلقتنا لهذا اليوم حبينا نعطيكو شيء بسيط عن هرمون السعادة وكيف الواحد ينمي بداخله هرمون السعادة وإحنا بالنسبة إلنا هرمون سعادتنا محبتكو فيكو بنكبر وفيكو مكون ساعدين بإذن الله تعالى من اللي وافيكو لأسبوع الجاي في حلقة جديدة وبداية جديدة مع بعضنا ونهاركو سعيد بتمنى لكو أعطيكو سعيدة وجمعا باركة باي باي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر